يوم أمس السبت أعلن حزب الله اللبناني أنه شن هجوماً بطائرة مسيرة على قاعدة محفاة ألون العسكرية في شمال إسرائيل وتقع محفاة ألون على بعد حوالي 17.5 كم من الحدود اللبنانية الإسرائيلية وهو أول هجوم يشنه حزب الله في المنطقة بالإضافة إلى ذلك قال حزب الله أن الصواريخ وقدائف المدفعية استخدمت أيضاً لضرب الجنود ومعدات الاستطلاع والمواقع الأمامية وأهداف أخرى لإسرائيل في اليوم نفسه وانطلقت صفارات الإنذار للدفاع الجوي يوم السبت في العديد من الأماكن في شمال إسرائيل وأكد الجيش الإسرائيلي في اليوم ذاته أن أكثر من عشرة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان على شمال إسرائيل في تلك الليلة وسقطت جميعها في مناطق مفتوحة ولم تتسبب في وقوع إصابات ثم قصفت القوات الإسرائيلية مناطق في الأراضي اللبنانية رداً على هجمات حزب الله ويوم السبت سمع صوت طائرة عسكرية إسرائيلية تخترق حاجز الصوت مرة أخرى فوق العاصمة اللبنانية بيروت وأشار خبراء عسكريون لبنانيون إلى أن تصرف الجيش الإسرائيلي له معنيان الأول هو ردع حزب الله أي أن السيطرة الجوية على المجال الجوي اللبناني في أيدي الجيش الإسرائيلي والآخر هو اختبار نشر نظام رادار حزب الله ترجمة نانسي قنقر